السلام عليكم , مرحبا بكم في قناة يومياتنا سيمان أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال اليوم بإدني الله سنحضر معكم كيك بخمس معالق كيك رولي يجي رائع في المداق و يجي خفيف بزاف و يدوب في الفم لا يحتاج أن نسقيه و في نفس الوقت لا يتهرش معنا و سهل في التحضير ممكن نحضره لشرب الشاي و كذلك حتى الوليدات المدرسة أتمنى أنكم تتبعوا معي هذا الفيديو سوف نعطيكم الكثير من النصائح لنجح معكم هذا الكيك وأيضا نتمنى تشجعوني بلايك و نبارتاج و الاندمام من القناة إلي عجبكم المحتوى و الآن ندزم على بركة الله لطريقة التحضير و المكونات اللي سنحتاج لهذا الكيك المكونات اللي سنحتاج خمسة ديال بيضات بدرج حرارة المطبخ جوج أكياس من سكر فانيل و كيس من خميرة الحلوة 8 جرام بيكين باودر خمس معالق كبيرة من الزيت دائما نعبرها بالملعقة الكبيرة بحال هاد شكل هذا و خمس معالق كبيرة من سكر خشين و خمس معالق كبيرة كذلك من الدقيق خاص للحلويات دائما نفس العبار كله نعمله بالملعقة الكبيرة بحال هاد شكل هذا و هنا على بركة الله ناخد واحد الإناء و نوضعه فيه البيضينا و من الأحسن نديره واحدة بواحدة باش نتأكده من طروة البيض و من بعد عاد غدي نزيد نكمل معكم طريقة تحضير هنا من بعد ما وضعت البيض في الإناء نضيف عليهم رشة ملح و نضيف كذلك فانيل سكر كيسين و نضيف كذلك السكر خمس معالق و هنا من بعد كن أخد طراب الكهربائي و كن بدي نطرب في البيض مزيان حتى يضعف الحجم دياله و كيتغير اللون دياله حتى يرجع الخليط كريمي يعني المدة ديال الخفق لازم تكون كبيرة و من توقفوش حتى نحصل على واحد النتيجة اللي غدي تشوفوها معي في الأخير فلازم هنا ينطربوا البيض مزيان كيف ما قلت لكم باش نحصلوا على واحد الجنواز اللي تكون ناجحة وتكون خفيفة يعني كيف ما غدي تلاحظو ملحظو البيض مزيان حتى يضعف الحجم دياله و هنا كيف ما كتلاحظو معي بدا تتغير اللون ديال البيض نحصل على هذه النتيجة والحجم دياله يضعفين و اللون البيض نضيف الزيت 5 معلق الزيت و نزيدها تدريجيا بحال ما كنا نديرو المايوناز حتى يرجع كريمي الخليط دينا عاد كنت توقف من الخلط هنا بعد ما حصلت على هذا الخليط هادا شفتوا كيف ما كتلاحظوا معايا الخليط دينا الضاعف غدا ناخد فقط الخلاط اليداوي هو اللي غدا نكمل به عملية الخلط باش هداك البيض اللي تلعتوه ما ينزلياش وتخسر لينا الجنواز والان غادي ناخد هاد الغربال هادا و غادي نبدي نضيف الضقيق والخميرة ديال الحلوة 8 جرام و انا كن خلف الضقيق ديالي والخميرة كيف ما غادي تلاحظوا معايا وهنا مبعد ما غادي نضيف خمس معلق ديال دقيق و 8 جرام ديال بيكين باودر للخليط ديال الكيك غادي ناخد فقط الخلاط اليداوي و بحركات دائرية من الاسفل الاعلى باش ذاك الهو اللي دخلناه في البيض ما يخرش لينا فهو السير ديال النجاح ديال الجنواز باش كادي خفيفة و نستمر بهالطريقة حتى نتأكدو ان نتقيق كامل نساجم مع البيض داروري في هاد الوقت هادا اللي كنكونو خلطو في هاد الكيكاكا نشعلو الفران ديالنا على درج حرارة 180 دراجة سواء الفران ديال الكهربائي او الفران ديال الغاز و دائما النار فقط تكون من الاسفل حتى كتشد راسها و عاد كنشعلو لها من الفوق باش كتاخد واحد اللون دهابي ادعى الغاز المدد ديال الطهي ديالها كتاخد ما بين 12 دقيقة حتى الخمستاشا دقيقة فمن الاحسن منطيبوهاش بايز، باش ما تنشيفش معانا و ما تاكسرش معانا باش نبغيوا نديروها رولي فهدا هو السير الثاني ديال نجاح استيرال الكيكاكاكا stitch وهنا كيفما كتلاحظو معي بعد ما دخلتTrق كامل يعني نساجم مع داك البيض كيفما كتشوفو معايا.. كنحصلو على هاد خلط هادا و فقط هنا يا بالخلاط اليدوي من الاسفل الاعلى نضيف فرن نضيف فرن ونفقت جوانب فرن ونضيف فرن نضيف خلط نضيف نضيف ونضيف على هذا الشكل كما واضح في الفيديو وفي هذا الاثناء نشعل الفرن باش يسخن والمدة ديال الطهي كيف ما قلت لكم ما كتفوتش 12 دقيقة حتى ال 15 دقيقة باش ما تنشفش معنا الجينواز وهنا يا كيف ما قلت لكم فقط تاخدك اللون الذهبي بحل هذا اللون هذا سوف نخرجوها من الفرن هنا غادي نحايد لها هذا الاطار هذا ديال المول الى التسقط لكم مع الجوانب فقط خدوا واحد سكين يعني ونزعوا الجوانب ديالها وهنا يا غادي تلاحظوا معايا كيفاش يعني كتصدق كتصدق خفيفة وشيشة كيف ما كتلاحظوا معايا وهنا يا مباشرة مبعد ما خرجها من الفرن كيف ما كتلاحظوا معايا غادي ناخد هنا يا مكلكم ستعملوا منديل او ورق الزبدة فقط على حسب الرغبة هنا غادي نزعلها اول شي حاولوا تنزعوا الجوانب ديال الكيك حيتاش هما اللي كيكونوا متعرضي الحرارة بزاف وكيلتسقوا ومبعد عد الوسط فكيف ما كتلاحظوا معايا فهو كيتنزع بسهولة هنا مبعد غادي رجحها فورق طاي هادي نعملها على شكل رولي كيف ما كتلاحظوا معايا فهي كاتجي خفيفة واسفنجية بلا ما تحتاجوا انكم تسقيوها وهنا يا مبعد غادي ندوز معاكم باش غادي نحشيوها ان شاء الله فهنا يا كتبقى على حسب الرغبة ممكن لكم انا كنت تعملوا فقط شوكلت ديال الدهن او الكريم كراميل او كريمة ديال الخفق او مربا فانا هنا استعملت مربا ديال الفريز هي باقية سخونة فكي يساعد انه يتسرح معاكم هادك المربا بسهولة وهنا مبعد غادي نرجع انني نعملها على شكل رولي وكنلفها فورق طايق وكننرجع عليها نلفها كدلك مرة اخرى في المندير كيف ما غادي تلاحظوا معايا ومن بعد غادي ندخلها للتلاجة تبرد مزيان عاد غادي نخرجها من بعد ونكمل لها تزين ديالها ان شاء الله والان وصلنا للمرحلة تزين فهنا تزين كيبقى اختياري انا اخدت شوية ديال اللوز ايفيلي وضعته في الفران اخده واحد شوية ديال لون دهابي ومن بعد خرجت الرولي ديالي متلاجة دهنتوا فقط كيف ما تلاحظوا معايا بواحد دهنة خفيفة بالمربا ديال الفريز وغادي نحاول انني لسق فيها هادا كلوز ايفيلي على هاد الشكل هادا فهنا هي تزين كيبقى اختياري كيف ما اخد لكم يمكن لكم انكو تزينوها يعني بكريمة ديال الخافق او تخليوها فقط هاكده كترشو عليها فقط شوية ديال السكر تزين كيبقى اختياري فالعملية جد سهلة كيف ما كتلاحظوا معايا وكتجي ناجحة وهنا يوصلنا لشكل نهائي ديالها فهي كدل ديدة ورائعة في المدق ديالها وحتى الجنوز ديالها كتجي خفيفة فالجنوز ديالها ناجحة مئة في المئة فقط تبعوا الخطوات اللي اعتطت لكم في الفيديو وغا تكون ناجحة معاكم ان شاء الله وكيف ما كنت لكم يمكن لكم تحضروها لشرب الشاي وكذلك حتى الوليدات غادي تعجبهم بزاف ونتمنى هاد الفيديو هادين الاعجاب ديالكم ان شاء الله وإلى عجبكم هاد الفيديو ما تنسوش انكوا تخليوا لي تعليق وكذلك لايك ولا عندكم اي استفسار فخليوا لي تعليق وان شاء الله غادي نجاوبكم ونتمنى انكوا تجربوها وتبعتولي صور ديالها في الانستجرام ديالي ان شاء الله غادي خليه لكم صندوق الوصف وبغيت نشكركم بزاف على الدعم ديالكم وكذلك على التعاليق ديالكم زوينة اللي كتخليوها ليه فهذا كيف يفرحني بزاف وخليت لكم الراحة في فيديو اخر ان شاء الله مع يومياتنا سجماء ودمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة